معانا الاستاذ زياد استاذ زياد. ايه مع حضرتك. اتفضل يا سيد زياد. انا كنت انا كان بابايا او امامتي قلتني بيتفق معايا لاتفاقات. وانا مثلا ما اسمعش كلامه معايا. ما اسمعش كلامه من فعليك كتير. طيب. يعني اوما كانوا بيتفقوا معاك اتفاقات لتحسين حياتك وانت ما تحسين اخلاقك. طيب تحسين اخلاقك وبعدين. يعني كزا مرة مع ام اتفاق وانا مسمعش كلام. طيب وبعدين. هما دلوقتي مدائمين مش راديم يكلمين. هما سمعين انا دلوقتي? او. طيب. قول لي كده اخر اتفاق. اخر اتفاق ان انا ما عاملش مشاكل. يعني ما عاملش مشاكل ما انا اعادنا. انت في السنوية او في عددية? عدد. عدد. اصدك ما تعملش مشكلة في المدرسة او متعملش مشكلة في. لا يعني مثلا بسبب مثلا لعبة. مثلا بسبب التليفون. بسبب ان هي مثلا اخي ما اتكلمش حد انا كلمته. طيب. تعال اتفاق يا زياد. تعال اتفاق على حاجة مهمة جدا جدا. انت دلوقتي جواك حاجة يا زياد بتقولك ان انت كبرت. وعندك حق ان انت تاخد قرارات. وفيه صوت من جواك بيقولك ما انا عايز اجرب. اللي الصوت اللي بيقول اللي ساعات الاباء والامهات بيسموه فلان ده شائي. شائي يعني ايه? بيحاول يعمل حاجات مختلفة. انا شايف ان احنا تعالى ننتفق انا و تعالى ننتفق احنا احنا الاربعة. البابا وماما سمعيني وانت تعالى ننتفق على على حاجات مهمة. تعالى نقعد جلسة كده مع بعض ونتفق على خطوط حمرة ما نعديهاش. يعني في حاجات متعديهاش. يعني ايه? احنا مش هنكتب. طيب خلاص مش هنكتب. ادي واحد. احنا كمان مش هنعمل حاجة اخلاقية وحشة. كمان مش هنعمل حاجة اخلاقية وحشة. احنا كمان مش هنحاول بقدر الامكان ان احنا نهمل في مستقبتنا. تمام? احنا جميعاً هنحاول بقدر الإمكان إن إحنا ما نقزيش حد أنا قلت لك أربع خطوط حمرة كده اتفق بيها مع أهل وبواك ومامتك سمعيني تعالوا نتفق على الأربع حاجات دولة وبعد كده سيبه زياد يعيش حياته واضح؟ يعني سيبه زياد يصاحب الناس بس يلتزم بالخطوط الأربعة دولة وإن شاء الله سبحانه وتعالى يا ربنا يحفظه من كل مكروه سوء حاولوا تخلوه يتعرف على حياة بالقيم وعودوا معاه يسمعوه وهو بيحاول بقدر الإمكان إن يعيش حياته بشكل محترم اللي عندي زياد ده تتمرد بيمارس التمرد هو عايز يحس إن حياته أوسع من الحياة ده يقلنتوا عملينها له أنا عارف إن أنتوا أصدقكم إنه هو ما يصاحبش أصدقاء السوق وأنا عارف إنه أنتوا بتحاولوا بقدر الإمكان تخلوه ما يقزيش نفسه ولا يضيع مستقبله ولا يدمر حياته أظن إحنا للأربع حدود دولة لو انتزم بيهم وعاش حياته وحاولنا أن نضفله كل وقت نوعد مع بعض ونقيم السلوك بتاعه وبكل شخصية مستقلة نتكلمه على إنه شخصية كبيرة وإنه شخصية مستقلة أنا أظن في حاجات كتيرة عن تتصلح ترجمة نانسي قنقر